صرح سعادة وزير الأشغال المهندس عصام بن عبدالله خلف بأن الوزارة تولي اهتماما لتطوير البنى التحتية وفي مقدمتها ترميم الجسور وصيانة الشوارع وأكد الوزير أن الجهود مستمرة في تطوير البنية التحتية للمملكة الجسور هي جزء من شبكة الطرق الاستراتيجية لدى الوزارة برامج صيانة إلى الطرق وأيضا هناك مناقصات وبرامج مخصصة إلى صيانة الجسور والوزارة تقوم بهذه الأعمال كجزء لا يتجزأ من عملها وأعمال الصيانة تأخذ أولوية في أعمال الوزارة فالجسور وشبكة الطرق وشبكة الصرف الصحي كلها ثروة وطنية هناك واجب وطني على أنه قبل ما نكون مسؤولين نحن كمواطنين للمحافظة عليها والحفاظ على مستوى السلامة ومستوى الخدمة على هذه المنشآت عمل متواصل على طوال العام بالنسبة إلى صيانة الطرق أو صيانة الجسور هناك فرق تعمل بصورة يومية خاصة بالنسبة إلى الجسور هناك بعض الأعمال وبحكم طبيعتها تكون خلال فترة الليل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر